ليه بنات اليوتيوب كلهم حلوين وتعمين اشمعنا الفترة دي كلهم كده فتاة بشرتهم بقت صافية وجميلة ومنورة كل واحدة بتتكلم عن الروتين اللي هي بتعمله قدقين منتجات اللي هي بتستخدمها غيرت بشرتها تماما انا ما بحثتش لا خدوا بالكم محدش يغلط ما بحثتش الله اكبر وخمسة 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 وخمسين وخمسمائة خمسة وخمسين وكل الخمسات اللي في الدنيا بس ليه يعني اشمعنا الفترة دي كده ما شاء الله عليهم كلهم بينوروا في الظلمة انا عرف السبب حالا دلوقتي اسألوا ما نعرفوا خلونا الاول نعمل لايك للفيديو ده خلي الواحد يستغل الموقف ما هو لازم يستغل الموقف يعني مش هتاخدوا حاجة كده بساهل مش حاجة ببلاش في الزمن ده محدش كده بيقول نصحة الوجه الله لازم يكون في مقابل فنعمل لايك للفيديو ده واللي يعمل لايك يقول ان هو عمل لايك ويقول ان هو من اصحابي من معارفي من قريب انتو كلكوا حبايبي اصلا بس عشان نشجع بعدينا وبعد كده نخش بقى في المهم وفي الموضوع ليه تحديدا الفترة دي معظم اليوتيوبرز بشيتهم فعلا صافية فعلا حلوة في حاجة متغيرة ما بكلمش عن مواقع تانية اللي بيبقى فيها سور وبس لسبب بسيط جدا ان السور ممكن يحصل فيها ايدد عادي جدا لكن كفيديو واحدة بتطلع تعمل روتين او تعمل حاجة انا طبعا كنت باهظر في الاول مش قصدي اي حاجة خالص لا كل الروتينات اللي في الدنيا تحترموا كل المنتجات اكيد هما الريفيو بتاعهم صادق جدا واكيد فعلا شافوا منها نتيجة كويسة بس تشميعنا الفترة دي اصلا فيش حد يلعب في الفيديو ممكن صور يتلعب فيها فوتشوب عادي جدا لكن الفيديو لا انا باقول لكم السر السر منتها السازاجة ان احنا الفترة دي كلنا بلا استثناء عاديين في البيت فولا البشرة بتتعرض لشمس ولا التلوث ولا لأي حاجة اصلا انت ممكن تحط صملك على طول وتواصبي وكل تلات ساعات تدهين يوشك كله صملك بس برضو الشمس هتأثر يعني برضو هيبقى فيه درجة كده من الغمقان في بشتك بسبب التعرض للشمس طيب ما بنخرجش من البيت قاعدين فاضين فابسط روتين واقل روتين اقل اهتمام ببشرتك هتحسي الفرق عليه يعني لو انت عروسة بلاش تجبسي نفسك في اخر شهر ونص قبل الفرح وتقول بقى انا خلاص الفرح قرب انا مش عارفة عاملين مش عارفة ابتدي منين في حاجات كتير نقصة ما نزلتش جيبتها وتنزلي في الشمس وطلع نازلة في التلوث فمهما تعملي في المقابل روتين برضو مش هيكون بنفس قوة ان انت قاعدة في البيت ومستقنياسة كده واحدة واحدة كده تنديس بشرة مسكات طبيعية حبة كريمات تفتيحة على حبة كريمات تضيع لنا اثار الحبوب واللازي منه فهتلاقي من اقل حاجة بتعمليها فعلا بتفرق وبتجيب نتيجة فهي دي الفكرة بمنتهى البساطة ان البشرة ولا بتتعرض ولا الشمس ولا التلوث لان التلوث برضو بيأثر شوية على شكل البشرة بيخليها اللوه بهتانة كده ومس صافية ومفهاش نظارة فانت لو عروسة نصحتي ديكي دي النقطة الاولنية بعد كده الحاجات التانية اللي هتكلم فيها ارد عليها في الاخر انت لو عروسة وفرحك قرب يفضل ما بلاش حدة اللوه ايه انا فرحي بعد شهر منتجات مثلا معينة او طرق معينة تجيب نتيجة حلوة جدا مع كل البنات وكل ستات ما شاء الله الا انت بقى تجيب عندك مثلا عندك حساسية منها ما تجيبش معاك نتيجة تجيب نتيجة عكسية فبغازلك بشرتك او جسمك اكتر فبلاش حدث ان احنا يعني نستنى لحد اخر اللحظة اللوه عارفين قبل اللي متاح نعفح الكتاب على طول هو بقى حبة المذاكرة دول اللي هيخلوني انفت في الامتحان لا خالص الفكرة انه خطوة مع خطوة ومع الوقت هتخدي النتيجة اللي انت عايزها وعامة يعني الف مبروك لكل العرايس ولو خلاص مفيش وقت وانت تحطيتي قدام الامر الواقع ابدأي في الروتين من النهاردة وبستمري عليه وابدأي بحاجات بسيطة جدا حاجات اللي هو ايه مش بقى يتغيرش هامل كامل قبل الفرح اللي هو عمرك ما كنت بتهتم من نفسك قبل كده وخلاص بقى عشان هتجوز ههتم لا ابتدي بحاجات بسيطة وبستمري عليها بعد الجواز وبتدي زودي كثير من الستات والبنات تبقى الست بقى يعيني حرام طالع عينيها طول النهار مع الاولاد وجاري وراهم وسحلة وتنظيف وبتعمل الاكل ومش عارفة ايه مش لايه اصلا وقت تبصوا وراها كده مش لايه وقت تبصوا وراها كده وتيجي بقى تفتح اليوتيوب تلاقي ايه بقى كله حال وكله جميل البيوت نضيفة جدا في شوالة رواية طلع قدام الكاميرا فتتخيل او يتهيق لها او تفتكر ان مثلا اللي بيطلعوا قدام الكاميرا في الفيديوز يعني الناس اللي هي بتختار ستايل الفيديوز اللي هو بعيد عن الروتين والتنظيف وكده الناس اللي هي بتطلع بعد ما خلاص عملت الروتين وبعد ما رضفت وبعد ما زبطت وبعد كده بتدخل على الفيديوهات وتعملها فبيهيق لهم انه ده ده شكلنا مثلا في الحقيقة ان احنا طول الوقت ودي طبعتنا وكده ده منظرنا واحنا عاديين في البيت على طول بقى فال ميكب اللبس متزبط ومكوي ومتهندل البيوت حوالينا المكان اللي احنا منصور فيه نضيف خلينا نقول ان معظم اليوتيوبرز سواء بقى يعني ايا كان المحتوى اللي هي بتقدمه بتاخد بالها جدا من اللي هيظهر قدام الكاميرا بما يتضمن شكلها هيا وهيقتها هيا وبما يتضمن الخلفية اللي بتطلع وراها فمش معقول مثلا هتلاقي واحدة طلعة قدامك على الكاميرا وسايب بقى الدنيا تضرب تقلب وكيس الشيبسي واقع من العيال ومش عارفة اذا الغطى بتاعها مفتوح ومرميه على الارض هي بتاخد بالها هي كهيقتها كمنظرها طالعة قدام الكاميرا ولبسها وفي نفس الوقت اللي وراها ان الخلفية اللي تكون وراها تكون متزبطها معظم الوقت فيه ناس اصلا عايشين مثلا برا انت بتتفرج عليهم مصريين مش هقول مثلا من اي دولة تانية المصريين بس قاعدين برا فكده ولا كده هو الجو العامل محيط بها هو كده ولا كده نضيف اللي هو يعني التراب قاسم ما بدخلش البيوت دي وفيه اللي بتهتم ان هي يظهر وراها المكان بشكل بروفاشنال جدا وبشكل قيم جدا وحلو جدا ومنظم جدا وفيه اللي بيكتهد ويحاول زي العبد اللي ان هو يطلع احسن ما عنده عادي ودول موجودين كتير فالفكرة ان البيوت مش على طول كده كلنا بيحصل عندنا كركبة ولخبطة وايام بتيجي علينا بنكون تعبانين مش قادرين ولا ننظف ولا حتى نصرح شعر المسه ما بيدربش ثلاث ايام في الشعر حضرتك من كتر التعب فتخيالي واحدة تعبينة كده درجة ان هي مش قادرة تقوم حتى تهتم بنفسها ولا بمسارة ولا طيقة تبص في المراية تفتكري هتقوم ده نظف المكان ده كله فما يغرقمش كلنا سواسية كله واحد اه بنختلف في المستويات الاجتماعية في الطبقات والحاجات الكبيرة الكلام الكبير المجاعة لازدة اللي هو يعني في فرقمة بان اكيد الناس كلها مش واحد بس في النهاية مفيش واحدة ما بتتعبش مفيش واحدة على طول كل ايام الشهر بتها نضيف ولا شامعة من ورا فيش تراباية بتعدي مفيش الكلام ده مش واقعي ومش عملي مفيش واحدة اللي عيال بتوعها يعني او بلادها صنق بقى مبيلعبوش مبيكركبوش مبيضلقوش حاجة مبيعملوش اي تصرف طبيعي وترقائي من اطفال صغيرة فهي بتجري وراهم على طول بقى بالحتة انا مش عارفة واحدة كانت قريبتي بينه ولا مش عارفة ايه جوزها مسميها ايه هالة حتة اه وفاق حتة مش فاكرة يعني المهم من ايه بتقولي انا جوزي مسميني كزا حتة اللي هو ايه مريم حتة انا جيب المساعة نفس اللي هو مثلا وليد مسميني مريم حتة من كتر ما هي مسكة الحتة او على طول اي طول ما هي قاعدة عملة ايه تمسح مطرح العيال فده وضع طبيعي وعادي ومش دي حياتنا اللي ورا الكاميرا ورا الكاميرا حق بيوت عادية جدا طبيعية ستات بقى منكوشة بتنظف متبهدلة طلعان عنيها في المطبخ بتعمل اكل الحياة اللي هي العادية بتاعت اي حد فيها النقطة دي بقى مهمة جدا 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 بايت كل شو عمان ينزل يا رب يا رب يكون زبط ايه الجزء اللي فات عشان مش هعرف عيده بنفس الأداء رب نيسر خلينا نكمل النقطة اللي جاية دي بقى مهمة جدا 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 اليوتيوبرز بشكل عام او البلوجرز في منهم بيشاركوا جزء من حياتهم مع الفولورز او مع الناس اللي متابعاهم او الناس اللي بتحبوهم او الناس اللي مهتمة بيهم مش هنقول فولورز ومتابعين ومش هرونتوا ياكي كخة واحنا مش عارف ايه لقى عادي يعني تمام اصحاب احنا كلنا اسرة مع بعضينا المهم يعني فبيشاركوا مثلا جزء من حياتهم دروب حصل في حياتهم مع الناس المهتمة بكلامهم وفي ناس تانية بقى فرفوشة بطبعة وبتحب الفرفشة فبتطلع تفرفش مع الناس وناس بتتدعي الفرفشة والنعنشة عشان تهرب من مشاكلها وتبتدي تخرج برا الاطار بتاع الواقع ده وتعيش مع الناس اللي مهتمة بيها ومهتمة باللي هي بتعمله عالسوشال ميديا فالمغزى بقى من الكلام ده اللي انا عايزة اقوله انه ما تعتقدوش ابدا ولا في لحظة تفكروا ان في حد حياته مثالية كاملة ما فيهاش ولا مشكلة ما بيحصلوش اي ازمة في حياته ما فيش اي حاجة بتضايقه ولا بتعكن عليه ولا بتزعله النموذج ده مش موجود مهما كنتوا شايفين الشخص اللي قدامكو فرفوش ونعنوش ونعنوش يلا وهيسا وزيتا فتأكدوا تماما ان اما هو فاصل حياته اصلا الشخصية عن يعني هنقول شغل او عن السوشيال ميديا بشكل عام بس ده يعني ما يقولش كده ان هو حياته تمام طول الوقت او حد هو الطبع وفرفوش هو لو يعني الدنيا كلها قامت دلوقتي وقعدت هو عادي يعني على طول كده بيدحك ويفرفش وينعلش فدي طبيعة شخصيته اصلا ان هو مسلا بياخد كل الحاجات بيزاره وبضحكه وبترياءه وبنقوره او حد تاني حياته مليانة مشاكل مليانة هموم مليانة ازمات فبيحاول ان هو يهرب منها من هو يطلع يفك كده مع الناس ويفرفش بس مش معنا كده ان ما فيش اي حد في الدنيا ما عندوش مشاكل بتواجهه في حياته ايا كان طبيعة المشاكل دقيقة بس في ناس بتشارك وبتقول وبنتعلم كلنا من بعض وبنتبادل الخبرات والحاجات دي كلها وناس تانية ما بتعملش الموضع ده فاحنا برضو برضو سبحان الله بيتهيق لنا وبيتصور لنا ان هي دي حيات الناس الكم دقيقة اللي بيطلعوا فيهم مثلا في الفيديوز في السور ان هي دي حياتهم طول الوقت وده طبعا مصحة خالص حاجة كمان في ناس بتستمد طاقتها من المتابعين بتوعها او الناس اللي مهتمة بالكلام اللي هم بيقولوا ففي ناس بتستمد طاقة ايجابية جدا مثلا حد بقى يكتب تعليق حلو ويدا يدعوة حلوة والكلام الحلو اللي احنا بتشوفه في التعليقات ده وحد تاني بيستمد الطاقة السلبية خلينا نكون عارفين ان مش كل اليوتيوبرز او الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا هي دي حياتهم وهو ده شغلهم وكانهم اللي هم يعني اللي معتمدين عليه كاساس وكشغل خالص في ناس عندها حياة يعني ما تعرفوش عنها اي حاجة عندهم بقى شغلهم ودنيتهم واللي هو بيدخلوا مثلا على السوشيال ميديا اه تمام انا حابب الموضوع ده وحابب ان انا اتكلم مع الناس وحابب ان انا اقدم حاجة فبياخدوها كجزء اضافي مع حياتهم الاساسية وفي ناس مركزين شغلهم كله ودمخهم وفكرهم وحياتهم كلها ان هو ده مصدر رزقهم وهو ده شغلهم الاساسي فببساطة جدا باي تعليق سلبي ممكن تكتبوه عند حد تهاجمه تتريقه على شكله تتريقه على طريقه تتريقه على طريقه كلامه تتريقه على اي تصرف هو بيعمله ببساطة بصوا مفيش ابساط من كده ببساطة ممكن يلغي كلمة سوشيال ميديا دي من حياته يلغي الفيديوز اللي هو بيعملها يلغي الحاجة اللي هو بيقدمها ويرجع لحياته العادية تاني وممكن يجي عليك وقت وتندمه ان انتو خسرته مثلا شخص كنت بتستفاده منه بطريقة معينة حتى لو انتو مش متقبلين حاجة معينة فيه لان طبيعي كلنا بشر فاكيد مش هتمقابلين الشخص اللي قدامكو ده بكل ما فيه اكيد فيه عيب مثلا انتو سواء ظاهر او مظاهر انتو لسبب ما مش قابلينه عشانه فما تحاولوش ان انتو تغلطوا في حد الكلمة الوحشة ما بتتنسيش وبجد في يوم هتزعلو ان انتو خسرتو شخصا زي كده وصرتو السحفات دي لناس ثانية كتير ممكن تكون من وجهة نظركم ما بتعملش حاجة قيمة او مفيدة افخدوا بالكم من الكلام اللي انتو بتقولوه اليوتيوبرز ده عشان ببساطة بجد فيه ناس كتير اصلا ما بتستحملش ان هي تتشهر ولا تستحمل ان حد يكتب لها تعليق سلبي وانا شفت النماذج دي بعناية شفتهم وكان فيه ناس يعني كان عندهم الجرء ان هما يطلعوا يعترفوا انا ما استحملتش انتقاد الناس ليه انا ما قدرتش اكمل في الجو ده انا مش وحش اوي كده عشان الناس يشوفني وحشة فبيبتدوا ايه طبعا لسا بقى هدفي عن نفسي قدام نفسي واعمل اعتبار لناس اصلا مش عاملالي اعتبار فبساطة جدا يتخلوا عن السوشال ميديا او عن الحاجة اللي هما بيقدموه على السوشال ميديا اخر حاجة وهي ان كل واحد فينا عنده عيب هو مش قابله في نفسه سواء في شكله في ستايله في جسمه مثلا تخينة او رفاعة طويلة او قصيرة عندها دفوهات في جسمها ما بتعرفش تلبس ما بتعرفش تتكلم بشكل حلو كده ما بتعرفش تشد اللي قدامها كلنا كلنا بلا استثناء اللي ظاهرين على الميديا او كاشخاص عادية في الحياة العادية عندنا عيب منغص علينا حياتنا عيب احنا مش قابلينه في شكلنا حاجة مثلا مش قابلينها ايان كده مانا خيري مثلا مفرطحة مش عارفة بقى عامل سيناني عاملة ازاي جسمي مش مش متزبط مش جسمي كده انثوي وتمام جدا كلنا عندنا حاجة احنا مش قابلينها مش شايفينها حلوة حتى لو الناس مش واغضة بالها منها الفرق المنتهى البساطة ما بين الشخص العادي والشخص مثلا اللي بيطلع قدام الكاميرا بشكل مستمر الشخص اللي بيطلع قدام الكاميرا بيعرف ازاي يظهر طول الوقت مظهر الثقة بالنفس اللي هو انا تخينة انا رفاعة انا برضو حلوة انا المرة دي مثلا شكلي تعبين وفي اوقات تانية بيبقى شكلي متزبط عن كده فانا برضو حلوة انا بعرف اتكلم ما بعرفش انا بطلع على طبيعتي جدا فالناس قابليني وحبيني عشان على طبيعتي فانا حلوة بسبب الموضوع ده بيعرفوا مهما كان العيب اللي في شكلهم او اللي في جسمهم او اللي في هيئته ممكن مثلا تكون واحدة قاعدة في بيت ومش ردي عنه يعني انا بس يعني دي كنت هقولها في اللي هي في نصايح يعني اليوتيوبرز والناس المبتدئة او الناس اللي عايز يدخل المجال ده عمتها بس ممكن اديكوا نبزة بسيطة كده عنها انه ما ينفعش ان احنا نقارن ما بين واحدة بتعمل فيديوز وهي لسه بيت اهلها وطبعا مثلا احنا بيوت اهلينا مش هيعدوا اللي النهار بيبيضوا والمكان هيبقى مؤهل او ممكن تكون قدتها بسيطة جدا والمروحة او مكتبها المقشر ده والسرارها يعني الي مش احسن حاجة في الدنيا وطلع بتعمل فيديوز ونقارن ما بينها وما بين حد تاني واحدة بقى تجوزت واتجوزت واحد ما شاء الله مستوىها كويس فمقعدها في مكان يعيشها كويسة واسعة العفش احسن حاجة فالحاجات اللي ظهرة وراها اصلا او الحاجات اللي هي بتستخدمها حاجات باين عليها نظافة باين عليها ان هي جديدة فانا ماينفعش احط مقارنة اصلا ما بين الاتنين كل واحد بيتعامل بالظروف اللي هو قاعد فيها لحد مثلا ما يقدر يحصل من نفسه انا شفت بنات كتير بدأ على اليوتيوب وبدأت هي تجيب لنفسها تسريحة وتجيب لنفسها مراية وتجيب لنفسها رينج لايت وتجيب لنفسها حاجات وتطور من نفسها عشان تظهر بمظهر افضل فانا هتلاقي برضو اللي هو انا حياتي اللي هي العادية فطلع للناس انا عندي حاجة ان انا اقدمها حتى لو المكان اللي انا فيه مش احسن حاجة بس اللي انا بقدمه هيجبر اللي قدام ان هو يتفرج وانه يحترمني سواء بقى اي انا طلعه يعني باحسن مع عندي والبيت شكله متوضب وجميل او ان انا طلعه بامكانيات بسيطة جدا بس بقدم حاجة كويسة يلا حرق تلكوها بس فمم اعرفش انتك نفسي مجرد مجهز حاجة عايزة حرق عايزة اقولها على طول بس فده يعني كنت هتكلم معام لو حد مبتدئ ابتدوا مش مهم هتبتدي بايه المهم ان انت تبتدي طالما انت شايفة نفسك في الحتة دي وعندك حاجة تقدميها مش مهم تيسف بيت اهلك او روحتي خلاص بيت جوزك ممكن يميكونش ربنا اصلا كتبلك ان انت تتجوزي فهتفضلي في المكان ده حبة كتير فالمفروض ان انت تتعاملي يعني معام فاللي عايزة اقوله انه اهم حاجة ان الواحد يعرف ازاي يوصل للي قدامه قد ايه هو شخص سوي نفسيا وكويس وعلى طول وثق في نفسه حتى كنا بناخدها قبل كده يعني اما اما كنت مهتمة بالتنمية البشرية وجورسة دي التنمية البشرية ومش عارفة اللي بيتكلموا في التنمية البشرية فالحركة دي مستفى ازاي لحد دمية بالنسبة لبعض النسبة بس هي كده الحاجات اللي منحب نحطها بينكو سيب بنعملها كده المهم يعني فالتنمية البشرية فكانوا بيقولوا ايه لو شخص مش واثق في نفسه يحاول طول الوقت ان هو يظهر بمظهر استقاب النفس اللي هو انا اساسا ايه بتصبب عرقا ومكسوفة جدا ومحرجة جدا وانا في وسط مثلا شلة معينة بس اول ما اقول لي يلا وطلعي تكلمي او كلمين عن نفسك او عامل اي حاجة اطلع واتكلم وظبط الدنيا وانا سأل رجلي رجبتي بترعش من تحت ما حدش حاسس بالكلام ده هم شايفين المظهر اللي انا بتكلم به تحاول انتو في حياتكو كمان قدام الناس العادية قدام اهلكو حتى قدام نفسكو قبل قدام اي حد تاني ان انتو تتقبلوا نفسكو وتحبوها زي ما هي عشان ما فيش حد قابل نفسو بكل ما فيه قارضة وكل حاجة بس اكيد فيه حاجة في النص كده طلع مضايقة لواحد عادي ممكن نتعامل معاها نتقبلها المهم ان احنا بنفضلش طول الوقت ان احنا نتكلم عليها او ان احنا نظهرها للناس لا الناس ما بتشوفش كل العيوب دي خالص ولا بيشوفوا حتى ربعها احنا بس اللي بنكون شايفينها احنا اللي شايفين بقى الهالات السودة المدورة في وشي دي مش عارفة المراخيل المفارضة ممكن الناس تكون شايفة كلا قاعدية يعني ما او يعني شكلك مقبول كلك على بعضك فمش مركزين بقى في المناخير اللي هي المفروض تكون الارنبة اللي طالعة دي او الشفاية في المرسومة الكبيرة المنفوخة ما بيكونوش مركزين اصلا في كل التفاصيل دي فنلعب اكتر على الشخصية عشان لما الواحد شخصيته بتتحب بيتحب بقى شكله حتى لو كان شكله عادي جدا ويعني مش مبهر يعني ومش جميل بس دي كد كل حاجة انا عايزة اقولها لكم النهاردة انا عايزة اقول لكم ده اسرع سكريبت كتابته في حياتي تقريبا بس حسيت انه انتو دايما تقريبا يعني ما عارفش بس بحس ان انتو من وقت للتاني محتاجين نحن نتكلم في حاجة كده عن الثقة بالنفس او عن ازاي ان احنا تقبل نفسنا وحياتنا بكل ما فيها فهتلاقوا دي ايه يعني كل فترة كده بديكم حبة كلام ممكن ان هو يفرق مع ناس كتير من نقطه فانا كده خلصت يا ربي يكون فيديو النهاردة عجبكم وتكونوا استفدتوا كمان منه حاجة جديدة واكيد اكيد اكيد هستنى تعليقاتكم اللي كلها كلام حلو كلها دعاوي حلوة انا بحبها جدا وبقدرها جدا 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 وهستنى كمان منكم تقولولي حابين نشوفوا ايه في الفيديوز اللي جاء ان شاء الله وخلاص خلصنا شكركوا جدا وشوفكم الفيديو الجاه على خير اشتركوا في القناة